السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت 24 أب أغسطس القمر اليوم استقر في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 3 و3 دقائق من فجر يوم الاثنين بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجوزاء القمر اليوم موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإغفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و20 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج من عصر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر اليوم بما إنه موجود في برج الثور معناته اليوم منصبح أكثر حذراً ومنميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضى وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 16 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 22 و 22 دقيقة فجراً بتوقيت جرانج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساندي والدعم من الأصدقاء من التجهل تغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 34 دقيقة صباحاً بتوقيت جرانج طبعاً هاي الزاوية من الزوايا البطيئة تأثيرها إلها تقريباً بحدود الثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة بتشجعنا على القيام بمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهار اليدوي والدقة والسرعة في أداء الأعمال بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن كما أنها بتشهد هذه الفترة تزايد تنقلات الجيش من مكان آخر في نفس البلاد كما بتركز الصحافي على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بالميدان الرياضي وتنظيم الألعاب والمباريات والموازم الرياضية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما باقي عضاء الجسم فطبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لزلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم بيكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة 41 دقيقة فجرا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و3 دقائق فجرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المحدب عمره 20 يوم الساعة 7 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم الواحد وعشرين نسبة الإضاءة 67% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة سعيد بنسبة 60% الآن ساعة العصر سعيد بنسبة 30% القمر في الثور حتى يوم 26 ثمانية سعيد الآن بنسبة 15% ساعة المساء سعيد بنسبة 30% عطارة في الأسد بيتراجع حتى يوم 28 ثمانية منتحس بنسبة 10% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 ثمانية سعيد بنسبة 10% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وحاول انك ما تضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول انك تناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم اليوم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبدروا لخطوة جديدة لدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوط قوية والنتائج حاسمة وما بيستطيع اي شخص اليوم منافستكم اطوي صفحة الماضي قدر الامكان بترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية ويعتبر هذا اليوم من افضل ايام الشهر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر استقر اليوم في بيت المتاعب عشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالكم مكانها بتخيب اعمالك لسبب او لاخر حاول انك ما توقع على عقد وما تحسم امر لانها فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها بالنسبة لموليد برج السرطان بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك خلال هذا اليوم بسطعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني او اجتماعي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبيحمل لك هذا اليوم فترة فيها نوع من انواع الضغوط على عدة اصعدة ممكن تكون على مستوى العمل او علاقاتك مع المسؤولين وبتنتظرك مواجهة او ارتباط مهم بسبب لك نوع من انواع التوتر فبدك تحاذر العناد والمشاعر السلبية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ابتطمئن خواطرك في هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما ويعتبر هذا اليوم من اجمل ايام الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب للكم بتكون بحاجة الى الرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الساد فلا تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول انك تكون بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة فحاذروا من تأزيم اي خلافات وحاولوا ان يكون كلامكم واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل الا انه عندكم قدرة على انجاز الكثير من اعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتنحقق الاتصالات وبتكثر المسئوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل ولا تشك بنفسك برضو اليوم في بعض الانشغالات الصحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني اهمش انه ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي انتوا على موعد مع مصالحة او لقاء ودي اتجنبوا الانتقادات وسعوا لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك وتفاوض بمهارة حاول برضو اتمام العقود والصفقات التجارية ولكن اتأكد تماما من بنودها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة وممكن تكون على موعد ارتباط مهم فما بجوز الفشل وبرضو في هاي الفترة تحمل بعض المصاريف المنزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيره بكون لكم نوعنا وعي التعامل مع أخ أو جار ابتتمتع بقدرة ذهنية كبيرة وجراء في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت اسمع صوتك وما دعوك لتنظيم جدوى الأعمالك تفادي للإهمال أو التقصير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء